معنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دار البلاحة مراسل عربي عبدالله مقدد أهلا بك عبدالله يبدو أن هناك استدافات جديدة في شمال القطاع في جباليا تحديدا واشتباكات بين المقاومة وأيضا قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس أهلا ريما نبدأ بتطور الأبرز وهو غارة إسرائيلية على المنطقة الغربية في دار البلاح وسط القطاع هذا ما وردنا قبل قليل وحتى اللحظة لم تتضح طبيعة الهدف الذي تم استهدافه لكن سمع انفجار في المنطقة الغربية من دار البلاح وسط القطاع وهناك معلومات أولية عن أن الاستهداف هو لمنزل سكني ولم تتضح التفاصيل بعد سيارة الإصعاف توجهت إلى المكان وحتى هذه اللحظة لم تصل أي إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دار البلاح وسط القطاع إذا منتقلنا إلى المنطقة الجنوبية من قطاع غزة في خان يونس حتى هذه اللحظة أصوات القصف المدفعي ووتيرة هذا القصف لازالت مستمرة وعنيفة الأليات العسكرية الإسرائيلية ريمة تمركز في وسط مدينة خان يونس وامتدت أيضا إلى المنطقة الجنوبية الشرقية من المدينة في منطقة قزان النجار ومنطقة بطن السمين واجورة اللوت وأيضا المنطقة القريبة من مجمع ناصر الطبي أصوات الانفجارات وصلت إلى هناك أصوات القصف المدفعي أيضا تصل بشكل كبير وتسمع بشكل كبير في هذه المناطق أصوات الاشتباكات أيضا لازالت تسمع من حين لآخر في هذه المنطقة وبوتيرة أكثر تصاعدا من ساعات النهار في المنطقة الشمالية ومدينة غزة إذا ما انتقلنا إلى الشمال الشمال هناك لا زال القصف المدفعي على جباليا مستمر ومتواصل خاصة في المناطق الشرقية لمخيم جباليا في شمال قطع غزة هذه المناطق لا زالت تتعرض للقصف المدفعي العنيف والمتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صورة أيضا إذا ما انتقلنا إلى منطقة جبال الريس هذه المنطقة أيضا لا زالت تتعرض لقصف مدفعي وغارات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غرب مدينة غزة أيضا المشهد لم يختلف كثيرا عن ساعات هذا النهار لا زالت الآليات العسكرية الإسرائيلية متواجدة في المنطقة الغربية لمدينة غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي تقدمت خلال الساعات الماضية باتجاه هذه المنطقة لا زالت تتواجد في منازل المواطنين هناك لا زالت تجري عمليات تفتيش وعمليات تجريف أيضا للبنية التحتية والشوارع الداخلية في تلك المنطقة ولا زالت تواصل عمليات التدقيق وأيضا هدم وتفجير المنازل في تلك المنطقة بصورة عامة هذا المشهد يوازيه مشهد آخر وهو مشهد الإنساني أو الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع نحن نتحدث عن اليوم الثامن بعد المئة في هذه الحرب الإسرائيلية المستمرة دمرت المرافق الحيوية توقفت عن العمل البزارات الحيوية والمرافق الحيوية وأيضا المنظومة الطبية التي لا زالت تعاني الكثير من التحديات وتواجه الكثير من التحديات هناك تحديات ماثلة وجسيمة اليوم أمام هذه المنظومة محاولات حثيثة تبذلها الجهات المختصة من أجل تشغيل هذه المنظومة الصحية خاصة في مدينة غزة وفي شمال القطاع لكن حتى هذه اللحظة هناك الكثير من العقبات التي لا زالت تواجهها يوازي هذا المشهد أيضا مشهد إنساني صعب على النازحين في مدينة رفاح جنوب قطاع غزة نعم عبد الله بالنظر إلى الوضع الإنساني كما ذكرت مثلا صعبا كذلك صحيا والهلال الأحمر الفلسطيني السيدة نبال فرسخ تحدثت للعربي عن نجاح طواقم الهلال الأحمر في نقل جرحة في حالة حريجة من مستشفى الشفاء إلى مناطق أكثر أمنا بالتنسيق مع صليب الأحمر هل هذه العملية ستتكرر في الأيام أو الساعات المقبلة على ما يبدو أم لا؟ ريمة في ظل المنظومة الصحية الحالية بلا شك ستتكرر كثيرا لكن هذا الأمر يتوقف على أمرين الأمر الأول هو مدى قدرة المستشفى الأوروبي وما تبقى من المشافي التي تعمل في القطاع على قدرتها الاستعابية على استيعاب مزيد من الجرحة وأيضا مدى سماح إسرائيل لهذه الطواقم بالتحرك نعلم جيدا بأن الهلال الأحمر عاد فقط من أيام قليلة وكانت العربي أول من أعلن عن عودة الهلال الأحمر ووفد جمعية الهلال الأحمر إلى مدينة غزة وشمال القطاع لبحث إعادة تشغيل هذه المرافق بالفعل عاد الوفد وبدأت جمعية الهلال الأحمر عملها ولكن بوثيرة بطيئة جدا هناك الكثير من التحديات لكن عمليات نقل وإجلاء الجرحة هذه عملية بلا شك ستتكرر ولكن يتوقف الأمر بالدرجة الأولى على الواقع الأمني في المكان وعلى مدى سماح الجيش الإسرائيلي لهذه المركبات مركبات الهلال الأحمر بالتحرك من الشمال إلى الجنوب وأجلاء الجرحة والأمر الآخر هو عدد الجرحة المتواجدين في داخل هذه المشافي هؤلاء يحاول الأطباء جاهدين إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومداواتهم لكن نعلم جيدا الكثير من هذه المشافي خرجت عن خدمة وما تم تشغيله من هذه المشافي تم تشغيله بشكل جزئي غرف العمليات تعمل بعدد قليل جدا بإمكانيات متواضعة جدا الأسوأ والأخطر من ذلك ريما هو موضوع الطواقم الطبية لا توجد طواقم طبية كافية في مدينة غزة وشمال القطاع يمكن أن تغطي الاحتياجات الإنسانية واحتياجات المرضى وهذا أيضا تحدي آخر لأن الجيش الإسرائيلي أجبر هذه الطواقم على مغادرة مدينة غزة وشمال القطاع باتجاه المنطقة الجنوبية شكرا عبدالله مقدادة من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح شكرا عبدالله مستشفى شهداء مستشفى شهداء